أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل منه السيناتور كريستوفر بان هولين والسيناتور جيفري ميركلي أضوية مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات لسيما في الضوء الأوضاع الأقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح مع بدء مصار جاد بإجماع دولية للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما جدد الجانبان الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهديئة الأوضاع في المنطقة استشيد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء الغارات المتواصلة والتي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة استشيد فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء الغارات المتواصلة على خان يونس جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس كما استشيدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل منطقة القرارة في خان يونس كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالنت عن خطة إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة حيث أكد أنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع وأضاف جالنت أن تل أبيب ستستمر في ملاحقة قيادة الفصائل الفلسطينية في الجنوب لفتن إلى أن العمليات ستشمل مدهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 من قذائف المدفعية الساحلية صباحا اليوم وأضافت سول أنه لم ترد تقارير عن أقوى أضرار في كوريا الجنوبية وسقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين هذا وقد أمرت كوريا الجنوبية المدنيين بإخلاء جزيرة يونج ميونج قال حاكم منطقة بيلجرود بجنوب روسيا إن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت عشر أهداف فوق مدينة بيلجرود مما أدى إلى إصابة الشخصين وألحق أضرار بأحد المنازل وكتب حاكم بيلجرود على تطبيق تيليجرام إن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة مضيفا أن النوافذ تحطمت في مبنى سكنية متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن ثلاثين سيارة أطلق طالب يبلغ من العمر سبعة عشر عاما النار في مدرسته الثانوية بولاية آيوة الأمريكية مما أسفر عن مقتل زمين له وإصابة أربعة طلاب آخرين وموظف بجروح بحسب ما أعلنت سلطات الولاية وقال مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في آيوة خلال مؤتمر صحفي إن القتيل في الصف السادث أي أنه عمره يتراوح بين أحد عشر واثنى عشر عاما لفتا إلى أنه ليس تلميذا في هذه الثانوية بل كان موجودا فيها على الأرجح لحضور برنامج فطور وأضف أن الجرح الخمسة حياتهم جميعا ليست في خطر رياضيا واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستادي مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية الفين واربعة وعشرين والتي تنطلق في الثالث عشر من يناير بكوت دفوار وشارك في المرعان ستة وعشرين لعبا بستنائي محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقبا ضمامه حديثا واجتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بتدريبات البدنية ثم بعض الجمال الفنية والتيكتيكية